موسيقى جبال مين ما بيعرف جبال بيبلوس للكل هي جبال البحر هي جبال القلعة هي جبال الصياطين هي جبال البور هي جبال كتير قصص موسيقى بس جبال هي قضاء كتير كبير بيبلش من البحر وبيخلص بتلجية اللقلوب جبال بدأ اكتر من 10 تيام بدأ حلات كتير ورح نبلش بأول واحدة بثلاث تيام رح نزور 12 بلد 12 ضيعة بأحلى بلد بالعالم موسيقى موسيقى هيا وحلقتنا متبلش من وين من بيبلوس يرمير موسيقى 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 واو واو طلعوا ملا منظر موسيقى تعالوا شوف ملا سويت البلاط القديم السجادة العربية القديمة التخت الدوبلي الكتير واسع الكانبيات السالون القعدة الصغيرة اذا احد يأكل طاولة محل مواحد فيه يشتغل واسعة سقفة عالة ضوة حلو كتير تخيلوا شبال كلها مبنية على الأسارات وعندن قوضة تمشوا على أزاز وبتشوفوا تحت البير الأسارات القديمة المدينة القديمة يمجن فيان معصرة هون قديش حلو؟ موسيقى 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 أنا في دومان البيتروليوم ساكتر بس ولكن حبي للأكل وحبي للعالم فواتني بموضوع الأكل فتحت قصة فتحت قصة وفتحت قصة وفتحت قصة وفتحت قصة وقربت هذا المرة فتحت مطعم وفتحت قصة وعملت الأكل الذي أحبه سلنا عن جاك سلنا على روت 66 روت 66 المطعم لا نسميه فاست فود ولكن هؤلاء موسيقى 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 خبزة تتعقد وليس تتعقد أبداً موسيقى كالكامل موسيقى يمكننا أن يخبزة باحترام ليس خبزة كيف كانت تناكل موسيقى وائه موسيقى جو مع اطلبة الأرخ موسيقى جججج موسيقى ججججججججججججججججججججججججججججججججججر من الفرن تأتي شكلة شجط شكلة 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 اخدوا معي سوري بردلكم الفريقة بعدين دينر وان شاك دينر تو اندوي أهلا وسهلا فيكن بزيتون عمشي نحن مطعم سمك منقدم سمك بلدي نحن يكون سمكة حالة على طريقة زيتون وصحل كلمات ورح ناكل صحل صبيدي بحبره وعزقنا هيك قصص تعطينا رأيك فيها طب شو رح ناقي سمك؟ شو عدنهم؟ وقفتن حلوة عيون كبار مبينين اليوم وبلدي كله غبوس لقوز عقاس جربيدي عمق بسموه وذكر جربيدي برمي من جبال ونجمعنا مع الشباب يعني معاقول ايجي على جبال ونقعد مع اصحابي يلي هني من جبال فنحنا وصلنا هلا على عمشيت محل اسمه زيتوني زيتون على البحر محل سمك وذ فيو بنهار رائع هلا عتمت شوية قعدتوا كتير لزيزة الوينو كتير حلوين ضووا كتير حلو محلو شامك صغير بتبالش بالرأس بتبتقي متل مع ايه منظر وقفي ورواء بيسوى كل مصريات الدنيا بيخلص اول نهار اول ليلة وبكرة بيبلش الحميس جيدا موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترويع مثل هذه يعني انشأت بتسوك المصريات الدين رويق مش معقول وصوت الطبيعة ولا هاروع من هيك يعني كل شي واحد بتخيله انها دورة نعنع بلدي اخيار زيتونة اخيار وهيك بيبليش لبني زعتر بيت بلدي بيبليش افتط بيت ملحة بيت 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 مين اللي عندك؟ هيدا اسمه باطلينوس الصفد الصغيري بتلبس على الماء وعلى المد والجزر طبع الماء والحشيش بتنمى وبتكبر تتاكل نية تتاكل مسلوقة شوية صغيرة مع تومو وحامض كمان نقدر نعملها طازة هيدا عادة قديمة من أمي وبي عندها نكهة البحر نكهة الملح بعدها بقلبها وهي ها عادة من زمان وجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى اشتركوا في القناة اهلا وسهلا فيك انت هوني عنا بالبيك اند بجبال نحن هوني خرن من قيش كعك نعمل رابس وبيتزا هيدا الكعك نحن منعمله منحضره كل يوم الصبح منحش فيه جبنة بيكون جبنة 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 وحبش شوكولات لبنة وزعتر وكمانا منعمل منحضر عنا سلق وكشك ومنعمل بالغارة شكله حلو الشغلة مهمة عجينة مبينة كتير طارية سمسم عليها كتير ويعطيها هيك هيك رونة وجبنة سبينغ سيبر سخنة ما Olive Perfect mix مع شوية سماء عجينة رائعة والذي بيحب الحموضة به أسدته مابينة ممتع العجينة، الجبنة، والزعدة ستبطل أنا مازن رزق تلميذ تاريخه على الدولية في الوأجي وهذا شي ببارد كتير مهم من حياتي لأنه هي الشي اللي أنا بدرسه وهذا الشي اللي كمان ساعدني تحب مدينتي جبال ليش جبال؟ لأنه جبال هي من أهم المناطق بكل لبنان وبالشار الأوسط كله وكان عندها انفليونس عالمية فهذا الشي كتير ساعدني إلى أنه فكر أنه مبلش نشتغل على الإنيسياتيف تبع التوريز على نطاق كل القضاء لأنه نجمع كل القضاء يلي كل ضائعة وكل مدينة من مدنه موصولين ببعضهم يا بطريق يا بمعلم حتى بالناس فهذا الشي كتير مهم وإن شاء الله أنه جبال يعني تكون وترجع تاخد الإنفليونس طبعا وتاخد القوة طبعا اللي كل الناس كانت تعرفها أول شي الطريق اللي نحن عم نمشي عليها هايدي هي مثل ما هلأ نحن عم في أوتوستراد بيوصل صيدة بترابلوس هاي الأتوستراد كان يوصل الجبال اللي هي المدينة الأساس بجبل لبنان في هذيك الفترة إلى الداخل صوبة بعلبك صوب هذيك المناطق اللي هي كمانا كانت المناطق المهمة بالداخل الجبال فيها معالم وفيها أثارات من الأهم مش بس باللبنان ما بالشار الأوسط سعتل بنقول الجبال ناس كلا بتقول المدينة بس هي أكتر بكتير من هيك هي قضاء؟ هي قضاء كامل كم ضيعة تقريبا؟ كم ضيعة؟ فيه بالفوق الميت ضيعة يعني وجبال يعني ضيعة في كل منطق والتاريخ وكل الأثار اللي موجودة مش بس بالمدينة بس بكل الجبل وكل المنطق مزبوط يعني الريون ما طبع المدينة كان واصل على هيد الضيعة وكان عنا دي زيبي سانتر مناطق مهمة جدا بالجبل هوني كانت على هيدك الأيام هلا 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 كيفك أمتوني؟ ميح أنت؟ ميش الحال؟ كنت تقريبا لجورج السفير عندي صاج بساحة أرتابون اسمه صاج مرتقلة ومنعمل كل شي بنقيش وفطاير وكل شي هيد اللحمة أنا بساتوية قبل قبل ما يعني بحطها بالمقلي بشوية شوية برجع بحط لها بهاريتة وخبار واخر شي بس تبرد بحط لها البندورة وبحضرها جاهزة صارت للصاج من هذه الطريقة تتحمس منتحت وتكون هي مستوية دي جاب مش مستوية مش نية مظبط موسيقى لن نلعب اللعبة مضوطة من الأول أنت تعمل الرجيم ممنوع الضعبرة فأعرف أنه من قائش طيبين فتحطها قدامك ومتبلش أنا رح أنبسط هذه اللحمة للاونة جيل سبيسيال بدأ عصرة حامض غير شكل عشقينتو مثل برشانة مع بالك؟ لا، شكرا شكرا مع عمي زعبر مع عمي زعبر روي، هلأ أين؟ هلأ عند ميليا سلامة كل شيء له علاقة مع شنات أهلا سهلا مرسي كيفك مادام؟ حمد الله مشكور الله شو عم تحضرين لنا؟ كيف تلقطين؟ كيف تلحمة؟ سمبوسك؟ بيزا؟ شي شبرك؟ يلا، كل شيء موجود؟ شكرا هكي بتسلى بالبات مع عجنات شوي عندي كم زبون بيجول عندي بياخدوا من عندي بيعرفوني موضوعين هلوا يريدون بمحيشة ورق عريش ملفوف قاطع بلحمة مستعدة أعمل له ورقم التليفون فيه رقم السلولار 76 113 990 ورقم البيت 0-9 1 2 1 1 1 1 1 ونعنع وبصلة وهريت وكل شيء بس هاي بلا بصلة وبس تنقعة مضبوط قبل بوقت تطريني يعمل البرغول حبت مثل أختها وكبيرة ايه منبلش بالكبة قداء غنية محشية مظبوط لفتها على قد طعمة البيت الزهرات المتملازم عندنا وصورة الكبيرة على طريقتي هي مع لبنة تجربوها مابتن دمعة بدان دوعة تحتق كبة القطين ها قصة دانية رائعين لو كنت تحب البصل وصورة وصورة رائعين أكتر شكرا جميعا شكرا جميعا شكرا جميعا شكرا جميعا انا والآخر شكرا جميعا شكرا جميعا شكرا جميعا شكرا جميعا ما يعرفت ما تطلع بالجبل بالخضار بالبيوت الصغيرة الحجر الأديمة بالضيع والتي كلها أديمة ما عرفت ما تطلع بارمتنا ونحن نتوصلنا على معد ومن هون نبدأ نحن هلقا بمعاد ومعاد هي ضائعة هلقا رح نكتشف انه اهم من ما الناس تتصور علينا كل المنطقة وتنبلج فيها متل ما اننا شايفين ورا هيدا تمثيل اديسي رفقة اللي هو اكبر تمثيل له بالعالم ليش تمثيل اديسي رفقة هون ليش اديسي رفقة هون هادا رح نشوف هيدا المدرسة اللي علمت فيها اديسي رفقة سبع سنين لبنات هيدا كانت وقف لانطون عيسى وقفها كرميل تعلم فيها وبقت له هلقا وقف باسم مار انطونيوس هون في عنا سين جوا كيف كانت تتعلم البنات وسين كيف ظهروا عليا هون كان اسمها بعد بوترسي وبمعاد دايما معروفة انه بتقول سلمولة اهل معاد بمعاد صرف معاد ترنج بوينت بحياتا اللي خليها تترهب وتتصير راهبة وبعدين تتصير اديسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ان تصير سنوبرا كبيرة انظروا كيف تكون هيدا الفيميل وتكون عم بتكيب طولان طبعها جيدا هيدا قلوانا حلوانا وترجع وتجمد وتعطينا سنوبرا موسيقى 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 عندك هونيك الامة السوداء وحدة دومة وتحت بشري وعندك تنورين وجيج وترتج ولحفد وكل هيدا المناطق هون مبينة وهونيك بنت البترون يعني صغار وهيدا المناطق هونيك تولة البترون وعبد الله كل هودولة هونيك موجودين موسيقى 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 كنيست محاج Мыعاد لا المهمة اول شي 1980 لأنه جبل المحاج هو الجبل الوحيد الذي يذهب من الشمال للجنوب فالفكرة بتقول أنها تكون لديها موقع مميز من هكذا كيف نعمل مطار هلأ منشوف هون انه هاي الوادي اللي هو وادي المدفون وادي حربة وادي إليج هاي الطريق الأساسي اللي كانوا يطلعوا فيها الرومان على إليج وعلى العقورة هادي طريق القمح هدا كان مدخل جبال من هون كانوا يفوتوا على الضيعة لهون ومن هاك المعادية اشتروا هاديك الضيعة وانتقلوا عليها هلأ المهم بموقعها هو انه هاي الكنيسة كانت قلعة كمان هون بنشوف بوجنا ضغري قلعة semارجبال كان من هون بنقشع البترون تشعل البترون بس بنقشع البحر إذا صار في إنفاجي عبر البترون بيولوا tighten here بيقشعوا بسمر جبال بيولوا tightenوا لأننا بالاسمارجبال اللي كانت فترة موقع بطياري الكيه كمان بيقشعوا بسيدة إليج ويتخبى البطارق بتاءطو إذا كان في النهار بيقشعوا الدخني وإذا كان في الليل بيقشعوا الضوء نتحدث عن كميسة مهمة اسمها مارشربل لكن مارشربل قبل مارشربل مارشربل الرهاوي مارشربل الرهاوي وتحدينا مازن هذا الشوق قلت له تقرب طول الحصان لماذا؟ نرى عدة أحجار عدة حقابات عدة ناس قطعت هذه كميسة لا أعرف كم أحد منكم يعرفها فأعتقد كثير مهمة والكل يجب أن يأتي لكن أخبركم ما هي كانت الأرض لهم فهن وفيتين كان يمصحوا أجريون عليها قبل أن يفوتوا على الكنيسة والكنيسة بعدين تغيرت أكيد المعطيات ونحفرت قليلا ونعمل برمي بعد قليلا إذا نخرج على السطح نرى الجرس محال لا يوجد جرس يجب أن نرى أين عملوا يوسف وشبل النفاع ممكن أخوة يوسف من بيكون بيوا لنفاع نفاع الذي صورنا معه جراس في بيت شباب كانوا يكتبوا كل حدنا كاتب اسمه ليس كاتب التاريخ بس إذا قلنا نفاع عيش اليوم يعني تقريبا من ستين سبعين ثمانين سنة وطلعوا جراس بيت شباب تعرفون ها كيلومتر أنا عم بحكي عم برن جيد جميع موضوع جيد من كانت في معمد روماني بعضه مثل ما هو مع الحجار اللي بنشوفه باب علبك والرسومات الزرق رائعين لقدام وين؟ ومنطع بشبال بتتلك بتقطع قدامه بتقول كنيسة قديمة قندن جوه وهو بيقدي الصوت لحجار ضروري ما زل يخبرنا نحن وين؟ نحن هون عنا أكتر من ألفين ومثلين من التاريخ يعني بترجع اللي بحقه بيحط الفينيقين نحن وقفين على علوم عين هيدا العلو كانت أوطى ونحن مبين من زنزول ليش؟ لأنه تعمل الفوت لو سعاد محل أساسي القوضة نحن فيها الأهمية اسمها نارتكس هي إنسال أنيكس على الأنسان تابع الكنيسة معمول يبدو تتوانف شو الحلو فيها انه قبل كان يبقى بنعرف المسيحي بس يخلقوا معهم خطيئة على محاوة بيتعمدوا كرمال تروح خطيئة عنهم فنحن الناس اللي خاطئة مش ممنوع انما تقدس بس ما فيها تفوت على الكنيسة فكانوا يقاتوا بهالأوضة وكانوا عمدوا بهالأوضة ويفوتوا لجوه ليش؟ لأنه تتكرحت عنه الخطيئين يصير فيهم يفوتوا عم نشوف مثل هيدا العرود هيدا ساتون أشابتو كورنتين تارديل لأنه هايك شكل فيه مثل عرود منشوف غير محال في إيونيك منشوف هون في دوريك إيونيك اليوم ودوريك يعني ندور والشي المهم بهيدا هيدا 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 الشيء وهي مسأشوق هيدا مثل مدفن هيدا مدفن هيدا مدفن هيدا مدفن الصريب الوحيد بكل شر الأوسط اللي بيقل أحده صريبه هيدا مدفن هيدا مدفن هيدا مدفن هيدا مدفن هيدا مدفن موسيقى أوقع الشيء أنا وقف على الحال تبعناها الدروميدي القودة اللي حدنا نتقضي فيه المدخل اللي شفناه قبل شوال هالحاكي نكمل لبرة هالوضة اسمها ماركيريون من كلمة مارتير يعني مارتيروس يعني شهداء نحن هون بهايدي الفرحة اللي هون كان موجودين غفات ولا مع الشرب الرغف بقلب هايدي موسيقى موسيقى حلوة ضاعتكم وانتم اي ضاعتكم انا من بيروت ما عندي ضاعة من المدينة موسيقى 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 خبرنا عن دكينة الضايعين بعد العوائد بتضايعها متل ايام زمان؟ عاداتنا بشدرة ممنوع الجفا مافي؟ وانتو من الجبل باقيين؟ كم سنة صار لفاتح الدكين؟ اذا ما حلنا هيدا باتنا هون نحن كم سنة؟ صور الباتل كمان صور الباتل عندي حجار كله بديان الدكينة كم سنة صار له؟ 20 سنة 20 سنة؟ 2010، من 2000 دكينة الضايع هي شوية خبز قهوة أكيد أساسي عنكم مكنة القهوة قصة كله أبي ناصر هيدا مية بالمية بعدين عنا بطاريات لأواحد دعوز أجبان قلبان الشامبونات اللازمة عنكم تنفرك الطنجرة شوية كبيس شوية زيت أنواع من العرق اللي أول مرة بتوطع قدامي بلع ديوم بالجابة وريان الحبوب ميد وفرخ المعمول مية المهيال عمودة هلأ الوقت أنتوا بضيعتكم معنات ضيعة كتير حلوة كل شي بنعملوا شغل الضيعة مش هيك بسمينوا فرن الضيعة يعني أنا بعمل التتبيلات كلها ما بنشتري شي خالص الزعتر بلدي كل شي بلدي من الضيعة بنجيبوا بنعملوا أهلا وسهلا شكلة طريية وطيبة عجينتة مرتاحة منيح منيح شخص جيدة جعلة مارون عبود قديب لبناني اشتهر بالرواية بالنقد وبالقصوصة وبالنقد الاجتماعي النقد الأدبي والنقد السياسي عرف مارون عبود بأسلوب السهل الممتنع يعني بتقرأه بسهولة بتفكر حالك فيك تكتب مثله بتجرب تكتب مثله ما بتقدر حكي كتير عن عين كفاع ابن عين كفاع حب ضيعته كتير وهالمحبة اللي هو حبة لضيعته نقلنا إياها لقلنا هاوي عصي هاوي العصي الشمسيات والعصي اللي كان يجمعها كان يحب هادي بيسميها عصان نطور هادي كان يحب أكتر شي بيسميها عصان نطور هادي بيسموها دوات الشدياء يوم الكبار بالعمر بيعرفوها الجيل جديد ما حدا بيعرفها الشدياء هي رتب كهنوتية كان الإنسان بس يتعلم الكتيب والقرائيه يسموه الشدياء عم بيحضر حالة يعمل خورة هادي دوات الشدياء كان يحطها بيخسروا بيشكة بيخسروا هون ويتباهى هادي معناتها أنا بعرف أقرأ ويكتب يلي حامل هادي معناتها بيعرف يقرأ ويكتب بقياما هادي بتساعر ريشة بيحطوا فيها حبر بيربطوا حدا كيس رمل بس يكتبوه بيجعوا بيكتبوه الرملات بينشفوا الحبر وأخدت اسم دوات الشدياء لأنه كان الشدياء بس يلي عرف يقرأ ويكتب يحمله نموذج من خط مرون عبود هادي دا كيف كان هو كيف تركه وهي المنطقة هادي القصب منه مش قاعدين فيه تركينه لأستقبال الضيوف الزواري هادي المكتبة مش كلها قديمة فيه اسم حديث كتير فيها نزاد عليها على أيام بي ونزاد عليها على أيامنا نحنا فيه اسم الكتب القديمة اسم الكتب القديمة اسم مجلدات وفيه عندنا هاو اسم حطين شوية كتب هودة تقدمة لأمروني اللي تقدموه مع دادي كاس لأمروني نوع من محبة لأيلي جسدت بها البيت درست بإيطاليا بإيطاليا كان عندهم الأجروتوريسم يعني بالعربي نحنا نسميه السياحة السياحة الزراعية يعني هو المبدأ انك بتجي على ضيعة نائية بتقعد بتنام بتاكل وتشرب العيال مع ولادهم بيتسلوا بينزلوا على الطبيعة بيتعرفوا على الطبيعة بيت قديم عمر فوقه 150 سنة رممناه حوالنا قد ما فينا ضل إطار البيئي طبعه وما حوالنا مغيرنا بيشكله بيحجره وزدنا شوي عليه وعملنا مزرعة مزرعة تتضمن كل شي ممكن المزارع اللبناني يكون عنده إياه لقمتنا بتجمعنا وقهوتنا بتجمعنا بيقعد غير شكل صوت الديك والتجاجات الهوايات اليوم والطقس رائع وعم بتشوفوا الطبيعة بلش تتحدر حالة للصيفية كل شي عم بيزهر كل شي عم بيتكاتر وعم بيتجيوز وفيكم تعيشوا هيدا الأجواء مع الطبيعة والله يا مارك يكريز نكون معنا اليوم مازن هلأ وين صدنا؟ نحن هلأ بضايع اسمها غبالين 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 يعني اللي بيشتغلوا بالأرض بالتراب بالطين وهذا شخص أحد عاربية ع السطح وظهر هلأ هقد احصل عسطها العربية ها هيا هه هيا 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 هل يمكنك أن تضغير؟ هذا هو تغيير غير عائلة أعتقد أن سليمين نفع وابن عمه حاتم وهذا أكيد أكيد هذا من هناك موسيقى موسيقى ربعتو ما تخبرون اخبار موسيقى بس واحد يتطلع هنا بالتكيبة ويشوف عظمة جدودنا الحجرة التحتانية بتهدى انطرتان انطرة هادية واحدة وفوق حجرة حد التانية ركبين على بعضهم مثل البوزل شوية طراب بيناتهم ومهدين بيت مع كل تقل السقف والخشب شو معقول بس فكروا فيها وشوفوا قدي كانوا يشتغلوا بعدين سمك الحات تقريبا بين سبعين تسعين سنتي ومهدى البيت كله على بعضه موسيقى 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 هادا البيت هام شوف فيه تسع عيون يعني كل انطرة تحتها في عام بيقولوا هادا البيت الهدف انه يرجع يجمع العائلة هو البيت الاساسي لعائلة رزق يرجع يجمع العائلة ويبقى خام متل ما كان اساسا ما يتغير فيه ولا ايشي موسيقى 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 او موسيقى سياحة ولمش موجود وخليت عن واحدة كلمير عن جد بوسين ديزوسي غرييه بوم ميليونيه كيف تغيرت اليوم صارت منقوشت زعتر موسيقى بتخبركم عن ضائعة فيها بس أربع وخمس بيوت بتخبركم عن ضائعة كان فيها تكون اليوم منسية وما بق نسمع عنا بتخبركم عن ضائعة كان فيها كتير نيس وفيها كنيسة هالقدة عظيمة تخيروا قديش قاطع عليها ومبسطت كتير كتير أنا صورنيها تنترك لقد ما منقدر وجود وترجع تكفي وعم تعمل بيتك انت وعدتني نرجع كاس عرق وتبولي عصطيحة وعلى عيني أنا جاهل ومرجع عن جديد وعن جديد وعن جديد منطلع بكل جبال لبنان كلها مجللة وكيف ما واحد يطلع بيشوف جل هون جل هون جل هون يلا عقبال ما كلهم جاي نزرعوا هيدا المشروع اسمه كازتا كاست هاوس كما شايفين بيت حجر قديم ومع الأوتدور سبيس طبعه كله برايفيت لنفس الجروب العالم تجيب تعمل أعياد ميلاد بغيره أجواء انكون أقليل لنبيل 싱ها ثلاثة مزد الساب كاي تجيب الطبيب الصاب 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 موسيقى 80 حزان ككبس طبيري تطلع وعدي شنو عبا موسيقى موسيقى ساعة أربعة و بعد ما تغدينا نحن لعد بعض الجắt ثمサيف يا جيت لهو النبص ليفتوصي انساته جيت لهو الل logar COM وفرجيناكم اللايف بفيديو على يوتيوب هولا كلهم كي بيطلعوا من الأرض عنا في لبنان فسيل، شو هي كم سنة بدهم؟ كم بلايين سنين بدهم؟ وكي بنعملوا بأي منطقهم؟ نحتعرف عليهم الجوعان جديد برجع كل مرة بتطلع مثل كأنه أول مرة، وبنبهر فيهم موسيقى أهلا وسهلا فيكم بأكسبو حائل، نحن هون ضايع اسمها حائل منطقة جبال بنشتهر بالأسماك المتحجرة اللي منلقيها بالصخر عالوه 750 متر نفطى الاحجار وبيطلع الفوسيل بقلبه عمرهم 98 مليون سنة كما نرى هون سمكة اسمها سيكلوباتيس أكثرية الأسماك الموجودة هون من كردين يعني بطل فيه من نون هيدا نوع من الريز كان يعيش بكاب البحر الكوفيرتور طبعه كان الجيلاتين مطام بريزيرباسيون كرميل هيك بيشكله مثل الشمس وهو أكثر سمكة سبيسيفيك من المنطقة هون نشتهر أكثر شي انه عندنا أكثر مثل 150 نوع بيطلعوا فرد مترح فيكم نشوفوهم بالمعرض عنا هون يا فينا بعد شهر تقريبا نفتح المقلع فيكم نجربوا انتو تلاقوا فوسيل فوع عنا وتحتفظوا فيه كوطع تاريخية وحلق طلعنا على المقلع حلق طلعنا على المقلع حلق طلعنا على المقلع هالحلقه في كل شيء فيه مناظر فيه ربيع فيه اشي كتير حلوه فيه زهور فيه ماي فيه الوان وفيه ماشي كمان بلشنا هلق تلت ساعة تقريبا ماشي تنطلع على قلب الجبل ونشوف الفوسيل وين بيطلع لاتس جوو مناظر مائي كتير حلوين وبيبالشوا الدراج الاسين ما خبرني هكذا عدوه المقلع المقلع معروف من تقريبا تروازيام ساكل كتير يام ساكل منو شي شديد قبل كأنو يعتبروه كأنو بروف عن طوافين نوح انو لايك السمك فيه واصل على نص الجبال نحن هون تقريبا 750 متر واتقاطع سين لويل وينوف قطع بالمنطقة قدموا له فوسيل من منطقة جبال يعد المقلع رقم واحد عالميا بالكنسنتراسيون طبع الفوسيل بار متر كوب يعني مفي كل بلدين العالم عندهم فوسيل بس كونسنتراسيون والعدد طبع الفوسيل بيطلع بفرد نقطة نحن الرقم واحد وبعادي كتير كيف تعرف انت مدكتك ها ها بس هولي انا اكيد بتلاقوا منهم ميات بنهارهم السمكي ناقص لنا بقى هون ناقصها شوي انا ايه والله طلعت فيها شو يحيي شافي هون قابعتها يحيي شو بكم لعكس حلم كتير انا غنبلك هيلله شافي ما هقول يطلع فيها حتى لو مش بقصدك كتير بس بيعكم اياها ها ها هاد ها 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 قررتنا بتاخدنا لهوين ناقص على الحفة بلشو برود الطاقس بلشو نطلع بالجبل بلشو ينابيع الماء اكتر بلشو البيوت القديمة اكتر أكتر يجب أن يأخذ العقل، يجب عليهم 20 حلقة وأعلى الشيء بالضيعة هي النبع نبعة الماء لتجمع الكل والرويق، أعلى وقت يزور هذا الضيعة رويق الناس بعضها أشغال بيروت مدرسة فرويق بشكل مش معاود مشرب من مية أرض لبنان موسيقى هناك شخص دائماً دائماً بقطع لعنده هناك شخص يحبه كثيراً تعرفت عليه بأول حلقة جاءت عملت له زيارة مرتين أو ثلاثة نحن وراي طلع بيتا ماركت أو بسام بسام قصة كثير كثير كبيرة وبهيك أجواء ضروري نقطع لعنده وصوالي فترة ما شفته وسمعت منه خباره الحلوى وتحليلاته الكثير كثير حلوين مش بسايك أجلياته كثير طيبين بسام ناطرنا، صار وقت العشاء هلا نهلا الحكيم تفضل وكي تفضل من 200 سنة يعني احنا منحط هون سبيرتو يلي منشال مرتين ومنحط له ينسون منعيره مظبوط له ميزان هيدا الميزان تراب منعير على الميزان ومنحط الينسون على عيار سبيرتو منخفف شوي بالماء ومنحط بس يبلش يغلي كل البخار اللي بيتلع من هون بفوت على برميل المي فيه اسطون مبرون بقلبه بتسقع البخار بيسقع بيصير سايل السايل هو العرق احنا من الشباب احنا من الشباب احنا من الشباب مافي اروع من أكل لبنان وكذب مافي ايه داك؟ مافي اروع من هاي من اللبنة للحمص للخضرة للبطاطا الصغيرة المشوية يقول لي شو سر التابولي بمشمش خبرنا خبرنا سر التابولي بمشمش انه هيدا الحامض هيدا الحامض ما بيفوت علينا نحنا بنعمل شئ اسمه حامض لحصره مضباعة وهيرا الشئ اللي بميزنا شوي عن غيرنا لكن ذاك الداش فيحو ولكم حيد الهجار حطوه ها حطوه بجرمه بطاطا زغطورة مشوية لبنة بلدية موسيقى اسمي بصام صومة عندي محل تالبيتا ماركت بمشمش انا بشتغل كل شي موني بلدية كل شي كل شي يعني ونحنا اجمالا ما بيسوى نجيب شي من بره ونقول هيدا شغلة ضيعة يعني بدنا نبلش من ابسط شغلة عم نحكى عن صحنة تابولي البقنون اسمه الهنجار قدام الباب البرغل هو قمح بينزرع بمشمش نحنا بناخده على الطحون من قطعه رفيع ودخين من شين الطبخ الخميري البلدية هي كنية عن الطحين ومي منعجينها بليلة الغطاس منعلقة بالزيتونة بيمروا الدايم يعني يوم منشيلها منعجن عليها ونظل كل السنة نجددها كل ما منعجن مرة منجدد الخميري منشيل الورس منحطه عمالي منجدد فيه ليهجي العيد الجائر عيشنا وظلنا طيبين وهيدا الخبز الطحين هيدا بيشغل لحاله بدون ابيض بدون شي من هيك بتضل لقم توطرية وبدوب دوابين ريحة جميلة على الفوتر اوضة كبيرة خارج ملعب فوتبول هون ألوان جميلة البرادة العزيزين البابريبان عظيم تاخذ كثير واسع حمام جميل وجاكوزي غير شكل لونغ دي من بعد ما خلصنا هذا نهار اكتشافات كثير حلوة صرت حاطة اكتر من 200 ستوري على انستغرام وبعد في ادن كلمال يوتيوب وبعدين واو وات ادي كولشر هستري هيريتج سقافة اكل كمان وين وصلنا 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 على القتال ماكسيمس فايف ستارز حدل الايو على تلة شبال الليلة هون من نام وبكرة عبكرة منوعة فوردر ثيرت دي الثالث نهار بشبال ومنكفة بس ويت ويت واو باعت في كتير شغل شايف نطرتنا بالمطبخ يب لاتس جو هاي انتوني انا غيواء انا شايف دير سيبا باري بي كورتون بلو وجيت على لبنان لانو بحب بلدي وتمنتا بتحب لبنان انا كمان وجيت قررت ان اعمل الكوزينة اللي انا بحبها اللي هي رافنة لانو بالبنان غاستروميك شوي بعيد عنو فقررت ان اعمل شي شوي بشبه هيدا الشي ان احنا مطعمنا بماكسيموس على الروفتوب طبع ماكسيموس هو مطعم اسمه لغاسترنام بقدم كوزين انترنسيونال شوي ريفيزيته يعني الاكل موجود على المنو كل الناس بتعرفو بس مش بنفس الطريقة بيه شخص سوو مما مانا من النص كأنكو عم تكلو سيفجي هاي اللي بدو يا عملو المطلبو واحدة بليز ايه يتيله لشخصيين راح الربيه الالوان ضيع جميل أكل شو هنهار بقائد بأحد البرد بالعالم وبخلاص مع الفيو الخوات قاعدة بالمطبخ مع ساعة لايف جنون ودسير بحط الضحكة على الوجه خيتاء مهمسك بان بردو شوكولة فندان بالنص لازم نعملي كم ساعة لأنه جبال day 3 starts tomorrow amazing experience unexpected I love it بردو بردو جمعونا جديد جمعنا الشريب عيد الميليد ما شفتك انا بردو واحد اثناء وفطايب مش فطايب شعر لولين لولين انا بردو شعر واحد ايه واحد ايه واحد ايه مورو ما هذه مرحوا مورو مورو واوه شكرا لك مورو مورو اوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة